بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في بارت ناين ايه هي الافتراضات اللي موجودة عندي في نظرية الانحناء بنقول لو أنا عندي كاميرا الكاميرا ديت لها أبعاد معينة ده الهيط وده الويت فبنقول لو أنا عندي سيكشن السيكشن دوت ريمين بلان بمعنى السيكشن دوت موجودة اهو لو حصلوا الروتيشن برضو يفضل بلان زي ما احنا موجود شايفين عندنا ولكن في هنا استثناء ايه هو الاستثناء في حالة الكاميرات اللي هي العميقة اللي هي الديب بيمز اللي هي فيها الاتش بيبقى أكبر من أربعة بي الاتش اللي هو الدبس والبي اللي هو الويتس الحاجة التانية يعني السترين بتاع الستيل هو نفس السترين بتاع الكونكريت عنده نقطة معينة الحاجة التانية المهمة جدا في القطاع بنقول ان التنصال strength of concrete is neglected for calculation of flexural strength يعني انا عندي قطاع القطاع دوت لو دي اطمنطقة التانشن بنحمل الخرصانة الموجودة هنا وبنعتمد على حديد التسليح الخرصانة عندي is assumed to fail in compression امتى الكلام دوت لما السترين بتاع الخرصانة يوصل للألتمت الألتمت سترين اللي هو point zero zero three في الحالة ديت بنقول ان الخرصانة وصلت لمرحلة الفليار بعد كده الكمبريسيف stress strain relation for concrete may be assumed to be any shape that results in unacceptable prediction of strengths الكلام ده معنى ايه ان انا ممكن اشتغل على اي منحنة لشكل معين بحيث ان يجيب لي علاقة بين stress والstrain تبقى accepted ده شكل الخطاع اللي عندي اللي هو بتاع الخرصانة زي ما احنا شايفين الجزء ده معرض الى compression الجزء ده معرض الى tension وبالتالي اهملنا الخرصانة موجودة في tension zone وهنعتمد فقط على حديد التسليح ده توزيع السترين زي ما احنا شايفين ده السترين اللي بتاع الستيل ده السترين بتاع الخرصانة نخلي بالنا من توزيع السترس طبعا هنا في حالة التنشن التنشن فورس الموجودة في الستيل بتساوي الارية ستيل مضروبة في fs ده اذا كان الستيل ما وصلش لمرحلة elite طيب توزيع السترس في الخرصانة زي ما احنا شايفين parabolic والقيمة دي زي ما احنا شايفين 85% في fc' اللي هي مقاومة الضغط بتاعة الخرصانة طب واتنحول الكلام دوت الى شكل منتظم زي ما احنا شايفين الكمبريشن زون الدبس بتاعها بيساوي ايه اللي هي بيتا 1 في سي مقاومة الضغط هنا متساوية عندي جميع النقاط اللي هي 85 من 100 fc'dash دي الكمبريشن فورس ده التنشن فورس ده المومنت ر ما عندي اللي هو d-a على 2 طيب احنا الكمبريشن فورس بنحسبها ازاي على الشكل اللي موجود عندنا باستخدام مجموعة من المعاملات اللي هي k1 و k3 fc'dash اللي هي مقاومة الضغط ultimate بتاعة lb طيب add the location x اللي هي بتساوي k2 مضروبة في c فين x اللي هي المسافة ديت اللي هي k2 مضروبة في c